بعد أيام على انطلاقه توقف قطار حكومة الوحدة بين رئيسي حزب الليكود وأزرق أبيض بن يمين نتنياهو وبن جانس بسبب العقبات التي واجهها وتوقفت معه التفاهمات التي قيل إنه تم التوصل إليها بين الطرفين فالانتقادات في معسكر اليمين للاتفاق المتبلور بين نتنياهو وغانس لم تقف عند عتبة حزب الليكود بعد أن هاجموا في حزب يمين الاتفاق وطلبوا بوضع خطوط حمر في ضوء ما وصفوه ببيع الأجندة اليمينية لليسار أبرز المواضيع الخلافية التي طفت على السطح تمثلت في ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل في إطار صفقة القرن التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث يصنفون الأمر في الليكود بأنه لا يمكن التنازل عنه وبالتالي هم غير مستعدين لمنح حق الفيتو لأزرق أبيض في هذا الشأن تعيين رئيس الكنيسة عنوان آخر تسبب في تفجير المفاوضات الحكومية ففيما يصرون في الليكود على إبقاء يولي أدلشتاين رئيسا للكنيسة يريدون في أزرق أبيض المركز بقوة حتى أنهم عرضوا حقائب وزنة كالخارجية مقابل حصولهم على رئاسة الكنيسة كما ظهرت خلافات حول عدد وزراء الحكومة التي يريدها نتانيوهو من 36 وزيرا لإرضاء وزراء الليكود وحزب يمينة بينما يريدها جانس الثلاثينية وفي ظل الوضع الحالي طرحت تساؤلات بشأن طبيعة هذه العقبات وفي كونها حقيقية أو مفتعلة وهل هي مناورة لرفع السقف والسعي إلى تحسين شروط التمثيل في الحكومة من قبل الأطراف المختلفين أم هي حقيقة طريقة مسدود أمام حكومة وحدة بعد أن ضمن نتانيوهو شق حزب أزرق أبيض وارتفاع فرص حصوله على 61 عضو كينيسة لتأليف الحكومة من دون الحاجة إلى جانس وحزبه ترجمة نانسي قنقر